بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محاضرة النهاردة في الانجينيينج ايكانومي تكلم عن rate of return computations ازاي انا احسب rate of return او معدل العائد اللي عندي فهتشمل المحاضرة مقدمة عن فكرة rate of return وازاي احسب rate of return by using present worth والstandard investment and its significance وrate of return by using annual worth وrate of return evaluation for multiple alternatives لما يكون عندي مجموعة من الالترنatives ازاي نجيب الانكريمان rate of return لو قينا كلمنا عن the procedures to correctly compute the rate of return for one project based on present worth or annual worth equation هنبدأ نناقش الموضوع ده rate of return calculations frequently require manual trial and error method or باستخدام spreadsheet excel مثلا for quicker resolutions باستخدام ما يسمى ب c goal لو انا عندي اي مشروع فرد مشروع واحد وعاوز اقول هذا المشروع مقبول او غير مقبول the interest rate that make present value of cash flow يساوي present value of cash out flow يعني التدفق النقدي negative تدفق النقدي negative يساوي التدفق النقدي positive اخذا في اعتباري سعر فايدة معين يبقى في الحالة دية هو rate of return هو سعر الفايدة الذي يحقق هذا الشرط يجيب net present value equal zero يبقى في حالة دية سعر الفايدة هو internal rate of return rate of return by present worth manual trial and error نمرة واحد the general procedures used to make a rate of return calculation using present worth equations and manual trial and error computation draw cash flow diagram set up the rate of return equation حتى present worth هو ساوي بالزيرو حتى سعر الفايدة select the value of i by trial and error until the equation is balanced أو present worth يساوي zero بسرعة كده على سبيل المسال لو انا عندي تدفق نقدي بهذا الشكل في الف دولار عند السنة الاولى وفي 500 عند الثالثة لكن في الاتجاه الاخر و1500 عند السنة الخمسة فلو انا عاوز اجيب internal rate of return هقول والله present worth بتاعي بساوي نقص 100000 لو انا عايز في الحالة دي support هنا هو لو انا 100000 support هنا يبقى عند السنة ان بساوي zero الميت الف موجودة ليست عند السنة الاولى يبقى مش هتضرب في اي فاكتور لكن لو هي كانت موجودة هنا هتضرب في فاكتور يبقى ال 500 في الاتجاه الاخر لو اعتبرت ده negative يبقى الاتجاه الاخر positive positive 500 هنا هو عاوز اجيبها في present يبقى تضرب في الفاكتور to find be given if و3 سنين يتفضل الرقم ده هو يجي عند السنة zero to find be given if و5 سنين لكن سعر الفايدة مجهول في الحالة ديت انا بجيب سعر الفايدة باستخدام try and errors لو انا قلت له مثلا let ان السعر الفايدة مثلا say 10% هيطلع الرقم ده هو pl positive ارجع اقول له مثلا let ان السعر الفايدة بساوى 20% هيطلع negative اقول والله سعر الفايدة الموجود في المنطقة ما بين 10 و20 واجيبه باستخدام interpolation approximation لو انا عاوز اجيبه باستخدام الexcel او c goal بخش على c goal وكون انا عندي مخزن سعر الفايدة اللي عندي مثلا بساوى 0.1 في خلية معينة واحسب الéquويتشن اللي عندي اللي هي to find be given f و to find be given f و35 سنين واقول والله انا عاوز الناتج بتاعي بتاعي المعادلة الخلية اللي هي i وميعدل لك في سعر الفايدة يطلع exactly solution سعر الفايدة اللي عندي شكرا السلام عليكم ورحمة الله